رابعاً إمامة القضاء في ظل إمامة النظام نبي ونبي وملك إمام أليف بحكمة الله وتدبيره وأمره يتنازل سمعيل النبي عليه السلام عن إمامة الملك والنظام لصالح طالوت وصار النبي تحت راية الملك وسلطته وإمامته باء إضافة لصمعيل فإن داود النبي عليه السلام كان يعمل في ظل إمامة طالوت ونظامه وقد قاتل معه تحت سلطته ورايته جيم ابتلاء واختبار إلهي قام به النظام الملك لتمييز المؤمنين المتقين المخلصين الصابرين وهم قليل دال جاء في كتاب الله العظيم فلما فصل طالوت بالجنود قال إن الله مبتليكم بنار فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعم فإنه مني إلا من اخترف غرفة بيده فشربوا منه إلا قليلا منهم فلما جاوزه هو والذين آمنوا معه قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده قال الذين يظنون أنهم ملاقوا الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله واللهما الصابرين ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين فهزموهم بإذن الله وقتل داود جالوت تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق ها لا شك في أن صامويل وداود عليهم السلام قد أطاعا وانقادا للابتلاء والاختبار بتقوى وصبر وإخلاص وكانا قدوة ومثلا أعلى في الطاعة والانقياد لإمامة الملك والنظام واو لقد اجتمع نبي ونبي تحت إمامة الملك والسلطان والخلافة والنظام زايا ذلك لم يقدح بنبوتهما وإمامتهما سواء السابقة أو المقارنة أو اللاحقة المهندس الصخي الحسني الوقت شكرا ل DARitta بقوة لالشخاص Ö ها اشتركك سيلا انakra ان удоб